شنوى البيولوجيكاليد طريب غير بستعنى عن عدقت الواسط لكل كفير يمكنك ترفيق العين شنو معناته؟ يعني وإنه Creator ماحل Screen مثلا أكو زعني لله hetemperature ثم يتشغل جيد 37 ريفرنس بوينت تكون 37 ريفرنس بوينت مثلا غلوكوز 5 ريفرنس بوينت مثلا البيهتش هو 7.4 7.4 صح فبهاي الحالة البيولوجيك هالوريدم انه هاي ريفرنس بوينت تتغير يكون الهرنج معين الصبح مثلا شي بالليل شي ثاني خلال دورة معينة تكون شي وخلال دورة ثانية تكون شي مختلف فتتغير على حسب تغير الظروف على حسب تغير الوقت على حسب تغير الوقت لهذا السبو سميناه البيولوجيكال كمثال حتى نفهم أكثر أدي مثلاً أن الكورتزول الكورتزول هو هرموني سبب هرمون التنبيه مثل قهو يعني فينبهني هذا الكورتزول يكون يعني الأفراز الأقصى عندك الكمية الكبيرة من الأفراز يكون بالسبعة الصبح تقريباً بالسبعة الصبح أما بالسبعة بالليل فيقل أفراز الكورتزول فلهذا السبب يتغير أفراز الكورتزول على حسب البيولوجيكالرثم على حسب الوقت مال اليوم مثال ثاني أكثر أو مثال ثاني على فترة أطول اللي هو الومينز الومينز بالحالة الطبيئية احنا أدنى الفيميل لما تدخل بالمنسترولد سايكل مالتها أو خلال المنسترولد سايكل من توصل لمرحلة الأوفيوليشن اللي هي بنهاية المنسترولد سايكل أو صور بمنتصف المنسترولد سايكل فاللي رح يصير شنو من توصل للأوفيوليشن رح ترتفق درجة حرارتها الكور بادي تنبريتشر مالتها رح ترتفق بكمية معينة رح تصير مثلا ثمانية وثلاثة ترتفق بنسبة الدرجة على ما أعتقد فمن أني أقيس درجة حرارة مثلا هذا اللي رح ينفعني اللي هو مثلا أنه إذاني أريد أقيس الكورتزول بالنسبة يعني أريد أشوف الكورتزول بالجسم يشكت كهرمون أريد أسوي فحصل بلاد تيست مثلا أعرف أنه الصبح هو عالي والمغرب هو واطي بهذا المعنى أما بالنسبة لي الومنز فأني من أشوف درجة حرارة مثلا الومن هاية ثمانية وثلاثين وماكو يعني ماكو أثر فيفر ماكو أثر أنه هي أكو شي غلط فلازم يكون ببالي أنه بالأوفيوليشن الفيمار رح ترتفق درجة حرارتها